ازايقوا عاملين ايه وحشتوني معاكم جهاد وصفتنا النهاردة هتكون وصفة حلوة جدا وصفة من اسمها مدلعة هي فعلا مدلعة هنعمل مع بعض النهاردة المدلعة بطريقة سهلة جدا ووسيطة هعمل هالك بطريقتي تخيلي بقى موجود معينا طبقة من البسبوسة المرملة الدايبة وفقيها طبقة من الكريم جونتي وكمان طبقة من الكنافة المقرمشة المعمولة بالزبدة وفقيها طبقة تانية من الكريم جونتي وصوص الكرامل مش قادر اقولك طحفة وتجنن قد ايه وكنت عاملة معيكي قبلك كده في فيديو سابق لطريق التحضير الاز واطعم صوص كرامل تخيلي بقى قطعة المدلعة وانا بقى الطحة دلوقتي عاملة ازاي بجد خطيرة كنت بتاكلي كده بقى قطعة من البسبوسة مع الكنافة مع الكريم جونتي وصوص الكرامل يعني مكس رهيب فعلا تستحت التجربة لازم تجربيها وتعمليها يلا بينا علشان نشوف حضرنا مع بعض ازاي احلى وقلس مدلعة في البيت طعمها يجنن علشان نحضر بقى المدلعة بتاعتنا هنحضر لأول طبقة وهتكون البسبوسة عشان نحضر البسبوسة هيكون معي كباية من دقيق السميد او البسبوسة ربع كباية من الزبدة واقل من ربع كباية لبن واللبن يكون دافي ومعي معلقة كبيرة من جوز الهند ومعلقة صغيرة من العسل الابيض اللبن اللي هيكون معي هيكون لبن دافي واقل من ربع كباية يعني تشيلي من ربع كباية معلقتين كبار انا استخدمت هنا في المعيار كباية العصير الكبيرة اللي هي شم بالعصير انا نزلت بقى في البول بتاعتي بكباية من دقيق البسبوسة ونزلت عليها بمعلقة كبيرة من جوز الهند هقلب كويس البسبوسة بتاعتي مع جوز الهند الخطوة الجاية هبدأ انزل بربع كباية الزبدة البسبوسة بتاعشى الزبدة او السمنة البلدي علشان تكلي احلى واطعم بسبوسة ووصفتي النهاردة للبسبوسة من اسهل الطرق عشان تعملي احلى صنية بسبوسة الطريقة دي سهلة جدا جدا ومسيطة انا هنا بقلب بقى البسبوسة بتاعتي كويس مع الزبدة لحد ما حس ان كل حباية من دقيق السميد شرب الزبدة بتاعتي وبقى الخليط قدامي كده شبه الرملة المبلولة بالزبط بصي شكلها عامل ازاي الخطوة الجاية بقى هكون مهمة جدا انا هجيب اللبن بتاعي ويكون لبن دافي وزي ما قلتلك واتفقنا كباية البسبوسة او كباية دقيق السميد بتاخد اقل من ربع كباية لبن انا جبت بقى اللبن بتاعي ويكون دافي وانزلت عليه بمعلقة من العسل الابيض هقلب كويس بقى معلقة العسل مع اللبن لحد ما تأكد ان العسل بتاعي داب واختفى تماما شفتي الوصفة سهلة خالص ازاي هتطلعي في الاخر احلى واطعم صنية بسبوسة بعد ما دوبت بقى معلقة العسل في اللبن هبدأ افضيه على خليط البسبوسة بتاعي وطبعا الخطوة دي هتكون مهمة جدا البسبوسة مش بتحتاج عجلة خالص احنا يا دوب بس هنقلب بترطيب صوابعنا كده لحد ما نحس ان البسبوسة بتاعتي شربت كل السويل اللي انا حطتها لها هيكون بقى عندي القالب بتاعي مدهوم بالزبدة وانا حطيت كده في القالب بتاعي ورقة زبدة علشان لما اجي اقلب البسبوسة بتاعتي وحطها في طبق التقديم تخرج معايا بمنتهى السهولة ونصحتي ليكي استني لما البسبوسة تبرد تماما وبعدين اقلبيها لو قلبتيها وهي سخنة هتتفتفت معيكي وتتقطع لان البسبوسة ديبة ومرملة وبجد خطيرة هتدخلها بقى فرن على درجة حرارة عالية لحد ما تاخد اللون المزبوط دي بقى شكل البسبوسة بتاعتنا بعد وما خرجت بصي عامل ازاي بجد بتتكلم عن نفسها خطيرة عشان بقى دلوقتي نبدأ نعمل هنسئل البسبوسة بتاعتنا اهم حاجة شربات البسبوسة بيكون سخت البسبوسة بتاعتنا بتكون سخنة والشربات بيكون سخت وشربات البسبوسة المية بتكون ضعف السكر يعني كباية المية بتاخد نص كباية سكر يدو بيغلو غلوتين على النار وانزل بنص عصرة لمون وكمان غلوة واحدة وقطفية لان شربات البسبوسة بيكون خفيف عشان تحس بقى ان البسبوسة بتاعتك نكحة ومزبوطة طول ما هي بتشرب الشربات بالشكل ده تأكد انك عملت صنية بسبوسة نكحة مليون في المية بصي ما شاء الله شربت كل العسل اللي موجود والبسبوسة بتاعتنا تجنن هنحطها بقى على جنب لحد ما تبرد خالص ونحضر الطبقة التانية هيكون عندي بولا فيها اقل من ربع كيلو كنافة متقطع تقطيع صغير خالص وكيس من الفانيليا واقل من ربع كباية زبدة انا بحب اقوي اضيف رشة من الفانيليا على الكنافة بتدي ريحة بجد طحفة بتدي ريحة حلوة اقوي كده للكنافة مع الزبدة بجد بتمقى فضيع حلوة اقوي انا هنا بقلب بقى الكنافة بتاعتين مع كيس الفانيليا كويس جدا وهبدأ انزل بقى بالزبدة واغلف بقى الكنافة بتاعتي كويس جدا بالزبدة وصفتنا النهاردة مدى لعا وواخد زبدة بجد مش قادر اقولك بس هي الوسط تتعمل كده والنتيجة في الاخر بجد خطيرة بس نصحت ليكي كلي كطعة واحدة لانها من حلوةها ممكن تاكل الصينية بحلها انا هنا غلفت الكنافة بتاعتي بالزبدة بالشكل ده هستخدم بقى نفس مقاس القالب اللي استخدمته للبسبوسة علشان احنا نعمل طبقات فوق بعض فلازم تكون كلها في سوا بعض هجيب بقى القالب بتاعي ويكون مدهوم بالزبدة وافرت بقى الكنافة بتاعتي واضغط عليها كويس جدا مش شرط بقى ان انا حط ورقة زبدة خالص لان الكنافة بتكون متمسكة عكس البسبوسة وبتطلع بومنتها السهولة لكن البسبوسة بقى بتكون مرملة ودايبة كده وسيحة وحالتها حالة فلازم نحط لها ورقة زبدة عشان نعرف نقلبها من القالب بتاعي انا هنا هضغط على الكنافة كويس جدا جدا وادخلها فرن على درجة حرارة عالية لحد ما تاخد اللون الكريسبي الخطير كده الكنافة بتاعتنا باقت تمام هندخلها الفرن بقى على درجة حرارة عالية لحد ما تاخد اللون المزبوط الكريسبي اللي يجنن وهقولك هنعمل ايه وصي بقى الكنافة بتاعتنا خرجت من الفرن وراحتها تجنن هنبدأ بقى دلوقتي نسقيها بالشرباط شرباط الكنافة بيكون تقيل يعني كباية السكر قدها كباية ميا وكمان الكنافة بتكون سخنة والشرباط بيكون بارد عكس شرباط البسبوسة تماما البسبوسة بتكون سخنة والعصر خفيف وسخن الكنافة بتكون سخنة والشرباط بيكون تقيل وبارد انا بقى سيب الكنافة بتاعتي كده على جنب لحد ما تشرب كل العسل الموجود ونبدأ نقلبها على طبق التقديم وأقولك هنعمل إيه الخطوة اللي جاية مهمة جدا وللأسف ما تصورتش أنا بجيب كيس كريم جونتي من السوبر ماركت بصي هناك كنافة لما تقلبت شكله جنن قد إيه أنا هنا بقى بجيب كيس كريم جونتي من السوبر ماركت وبضربه كويس جدا جدا بالمضرب الكهربائي مع كباية لبن سقع أو كباية مي والكريم جونتي بتاعي لازم يكون القوام بتاعه تقيل جدا أنا هنا بقى حطيت البسبوسة بتاعتي في طبق التقديم ونزلت عليها كده بطبقة من الكريم جونتي التقيل وهبدأ أنزل بطبقة الكنافة عفوا هنا بعد بقى منزلت بطبقة الكنافة بتاعتي بصي شكلها يجن قد إيه ولونها كريسبي وخطير حلوة قوي وصفة سهلة جدا وبسيطة هبدأ كده حط الكنافة واضغط بإيدي بالراحة خالص خالص من غير مضغط جامل هجيب باقي بقى الكمية من الكريم جونتي وأغلب بيها الكنافة بتاعتي الكريم جونتي طريقة تحضير وسهلة جدا أنت زي ما تحبي عايزة تضربي الكريم جونتي مع اللبن برحتك عايزة تضربيه مع المية برحتك بقى الساقة أهم حاجة لازم اللبن أو المية يكون ساقة جدا أنا بصراحة بحب كده أضرب البودر بتاعي اللي هو بتاع الكريم جونتي مع اللبن الساقة علشان برضه الطعم يكون غني وحلو كده ولازيز بعد ما وزعت الكريم جونتي بالشكل ده فوق طبقة الكنافة هندلع بقى المدلع بتاعتنا أنا هجيب بقى السوس الكراميل اللي كنت عاملاه معيكي قبل كده في فيديو صابت وخطيت شوية كده في كيس تلاجة وخرمت الكيس وهبدأ أعمل حلقات أو دواير بالشكل ده هنعمل بقى شكل جمالي كده للمدلع بتاعتنا وكمان سوس الكراميل مع الكريم جونتي بيد طاب جبار بجد حلو جدا بصي الوصفة بقى بتتكلم عن نفسها قد ايه؟ بجدة خطيرة هنجيب بقى خلق الخشب أو هنجيب طرف السكينة ونعمل أشكال بالشكل ده هنبدأ بقى نسحب كده من جوه على بره ومن بره على جوه وندلحها ونديها منظر جمالي ما هي متدلع يا جماعة وعايزة تدلع أكتر بعد ما سحبت كده من جوه على بره هنسحب من بره على جوه ونديها شكل جمالي رهيب بصي حاجة تفتح النفس والجنن قد ايه؟ بجدة حلوة قوي أنا قلت ليه بقى ما دلعش كمان الطبق بتاعي مش هي متدلع؟ لازم أدلع الطبق وجبت بقى الصوس الكرامل بتاعي وعملت أشكال كده على الطبق بجد تجنن حلوة قوي صوس الكرامل بجد سهل جدا وبسيط ولازم تعمليه بيحلي أي حاجة موجودة أي كيك بقى تعمليه بسكوت بجد الكرامل طعم طحفة هنا بقى المتدلعة بتاعيتنا خلصت وجهزت وبقت خطيرة ونصحتي ليكي بقى لو بتعملي داية ما تتفرجيش على الفيديو لأن أصلا الفرجة لوحدها بتتخن من كترة حلويتها والجمالها والزبدة والعسل يعني بجد فوضيعة تخيلي بقى طبقة البسبوسة والكريم جونتي وطبقة الكنافة وصوس الكرامل يعني بجد فوضيعة حلوة قوي حاجة كده وهم لازم تجربيها وتعمليها وهتكلي أحلى مددلعة من عميل إيديك في البيت وأنا حبيت النهاردة أوريهالك وأعملها بطريقتي وبطريقة سهلة خالص وبسيطة وكل الناس اللي كانت طلبة مني طريقة تانية لتحضير البسبوسة عملتلك أسهل طريقة تعملي بيها ألز وأطعم صنية بسبوسة بصي بقى المددلعة عملة إزاي؟ يا خبر طعمها بجد جدن حلوة جدا ياريت لو فيديو النهاردة عجبك ما تنسيش تعمليلي لايك وفعليلي زر الجرس وعملي شير كتير كتير للفيديو علشان كلنا نستفاد من بعض ويا رب وصفتي النهاردة تكون عجبتك وأتمنى أنك تجربي وتعملي أحلى وأطعم متدلعة في البيت باي باي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر